اشتركوا في القناة ورعاه والمتابعة من سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في تطوير قطاع الرياضة تشكل حافزا للعمل على تطوير جميع جوانب الرياضة في المملكة جاء ذلك خلال استقبال سموه للشركات الراعية للماراثون الملكي الليلي الذي يقام تحت رعاية ملكية سامية من ملك البلاد المعظم في شهر ديسمبر المقبل حيث ثمن سموه الدعم السخي المقدم من الشركات للنسخة الثالثة من الماراثون الذي تشارك فيه مجموعة من أبرز العدائين والعداءات في العالم وقال سموه إن مملكة البحرين تواصل جهودها لرفض سجلها في الاستضافات الرياضية الدولية والذي يستند على أسس راسخة من الجهود المخلصة للكوادر الوطنية في فريق البحرين للاستمرار في تطوير البلد التحتية مشيرا إلى أن السمات البحرينية الأصيلة والتي تميز هذه الكوادر تترك أثرا طيبا لدى ضيوف المملكة من جميع أنحاء العالم كما أشهد سموه بجهود الاتحاد البحريني لألعاب القوى والذي ينظم الماراثون للمرة الثالثة مؤكدا ثقته في أن الاتحاد سيقدم ذات المستوى العالي في عمليات التنظيم والاستضافة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة